تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين على إقرار ميثاق العمل الوطني ورفع سموه في البرقية إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدة أسمى آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة مؤكدا سموه أن احتفال مملكة البحرين بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني يعد مناسبة تاريخية عزيزة على قلوبنا جميعا لأنها تستحضر دائما توافق حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه وشعب البحرين على الثوابت الوطنية والعمل في إطارها وتقديم المصلحة الوطنية ضمن إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة الذي يعتبر نموذجا مثاليا للطالبين والطامحين للارتقاء بأوطانهم مؤكدا سموه أن جلالة الملك المفدة قدم فلسفة متقدمة في الإصلاح من خلال مشروع جلالته الإصلاحي الذي يمثل ميثاق العمل الوطني أساسا له من خلال التركيز على تحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة الشعبية في صياغة الميثاق ليأتي معبرا عن إرادة الشعب وعن تطلعات أبناء البحرين ليكون ميثاق العمل الوطني جامعا للجميع وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق نسبة تصويت عالية وغير مسبوقة بموافقة 98.14% وأضاف سموه أن المتتبع لمسيرة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة وإقرار ميثاق العمل الوطني يدرك النموذج المثالي الذي قدمه جلالة الملك المفدة والذي تمكن بفضله من المضي قدما في مسيرة بناء البحرين الحديثة